نعم شكراك الله خير طيب السيد حمد مع هذه الخسائر حتى في الجنب الإسرائيلي سواء على مستوى الأمور الحربية وعلى مستوى الأسرى الموجودين في صفوف المقاومة الفلسطينية هذا الأم لم يحرق إذنهم أي شيء في حيث أنهما ممكن ينسحبوا لخطوة واحدة حتى للإرضاء الصف الإسرائيلي هو فيه إشكالات كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي أهم إشكالية على رأس هذه الإشكالات كلها هي إشكالية ناتينياهو نفسه نعم ناتينياهو يحاول إطالة أمد وجوده على الساحة وعلى فكرة ناتينياهو من الشخصية سهلة يعني من الشخصية سهلة دوليا وعالميا ويتمتع بقبول لدى كثير من الشخصيات الموجودة من رؤساء العالم فهذا الشيء الشيء الآخر أن اليهود يقاتلون من منطلق عقدي مهما قيل أن هذه الدولة دولة علمانية ودولة بيها ودولة لكن هذه الدولة تقاتل من منطلق عقدي نحن كنا بإزاء آخر الطقوس التوراتية التي تؤذن بهجم المسجد الأقصى ورفع الهيكل كما يقولون وده على فكرة كانت محاولة قديمة يعني إحنا عندنا مثلا أيام الحروب الصليبية جاء فرسان المعبد فرسان المعبد أو فرسان الهيكل دول عبارة عن يهود كانوا متخفين في شكل نصارى لأن بعد ما سقطت اليهود في الشام وما حولها راح صبت لاوي والصبت الثاني اللي هو صبت يهودا واحد للسياسة وواحد للفروسية الذين دخلوا في الفروسية والكهنوتية اللي هم أصبحوا فرسان المعبد وفتحوا نفق موجود حتى على اللي تيوب حتى هذه اللقظات في محاولة رفع المعبد ثلاثة أخرى هم عندهم طقس البقارات الحمراء أنه لازم الكاهن الأكبر يأتي يحرقها ثم يقوم بعد ذلك بتربية ورمادها بغسل الشعب كله لأن الشعب يتنجس نتيجة القتل والموت ونتيجة مس الجثث ثم بعد ذلك يقومون بدخول المسجد الأقصى يعني أنت عندك مثلا وزير المالية رفض دخول المسجد الأقصى ليه ورفضك تحامل اتمر بن غفير دخل لكن وزير المالية قال لك لا أنا مش هدخل لسه لم يحدث هذا الطقس التوراة لو طقس البقرة الحمراء هم الآن كل ما يفعلونه إبادة غزة من أجل مشروع القرن ومن أجل أيضا هدم المسجد الأقصى ورفع الهيكل مرة أخرى فعلشان كده هو موضوع الهدنة بالنسبة له زي أنا ما قلت لحضرتك موضوع فيه خسارة بالنسبة له آه فيه ضغط عليه فيه محاولة أنه هو يوصل لهدنة لكن هو عنده مخططات هو يشتغل بالعقل هو يشتغل بالسياسة ليس يشتغل بالعاطفة لماذا؟ لأن العاطفة تجعله يخسر كثيرا لكن العقل عنده والمخططات التي تقول له لا بد أن تحارب وأن تقاتل من أجل تحقيقها والأجيال القديمة ستذكره بخير وليس تذكره بالشر فهذه قصته من أولها لحد أخرها غير كده كمان الكراهية بص في كل المواطن لا تحاول أم تتجنب القاعدة القرآنية لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا من؟ اليهود لما يقف جندي صهيوني عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين واللعنة على كل متصاهن واللعنة على كل من يحاول أن يزين اليهود أو يحاول أن يروم المقوم يقف فيقول أنا قتلتكم لن يكون بينكم مهندسون بعد اليوم ترجمة نانسي قنقر